هنا هرجع لدكتور محمد سبيت هل بتعتقد أن هذا القرار زي ما ذكر دكتور حاتم أنه مرهوم طول الوقت به إرادة الدول ولو حطينا كلمة الدول دي خليني أبقى واضح هي إرادة الدول الكبرى المتحكمة في آليات السياسة الدولية يعني إرادة واشنطن على سبيل المثال جوة مجلس الأمن فإلى أي مدى بتشوفها دكتور أنه واشنطن أصبحت قريبة أو لازالت بعيدة عن عدم إصدار فيتوهات واعتراضات على قرارات دولية بهذا الشأن أو على أنها تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب أولا كما نعلم ويعلم الجميع أن قرار المحكمة الدولية شئنا أم أبينا مرتبط بموافقة مجلس الأمن وهنا نأتي إلى الفيتو الأمريكي الفيتو الأمريكي لو لاحظنا أنه لم يتم استخدامه في آخر قرار تم اتخاذه في مجلس الأمن عندما أيدت 12 دولة موقف فلسطين واعترضت دولتين وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية الارتباط الزخم العالمي مثل ما قال أخي الدكتور الزخم العالمي الذي ابتدأ بحكم المحكمة الجنايات الدولية والذي كان موجها إلى أكبر رأسين في إسرائيل رئيس المزراء ووزير الدفاع بعد ذلك جاء حكم المحكمة الدولية وما بينهما كان اعتراف ثلاث دول أوروبية محترمة قوية بدولة فلسطين إيرلندا، النرويج وأسبانيا وقريبا سيليهم ثلاث دول إخرى هي مالطا والبرتغال لا أذكر حاليا للدولة لأن هذول المرشحين وبلجيكيا مرشحين لأن رئيس الوزراء بلجيكيا أكثر من مرة قررتها وجوب الاعتراف بدولة فلسطين الموضوع كله العالم بعد سبعة أكتوبر لم ولن يكون كما كان قبل سبعة أكتوبر هذا ما حصل في المحكمتين وباعتراف الدول لم نكن كفلسطينيين نحلم به مجرد حلم مجرد حلم لم نكن نحلم به لأن هذه حقيقة واقعة كان كل يعني حتى في بداية الحرب يعني الآن أنت فجئت بالأمس مكتب المستشارية الألمانية يقول لو ناتنياهو جاء عندنا سوف نقبض عليه مناء على أمر المحكمة الجنائية الموقع على الاتفاق آه فإسرائيل مبارح كانت ذوهلة أحيانا يبدو لي مثل أزيد تصرحته كأنها تحزير ما تجيش بالظبط يعني خليك بعيد إضافة إلى ذلك اعتراف اعتراف التلت دول خلى إسرائيل تنتقم من السلطة الفلسطينية انتقام مباشر يعني سحبت الغطاء المالي للبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية وهذا سيوقف عملها في العالم كله سحبت بطاقات الفي آي بي الممنوحة لكل رجال السلطة وده الحمد لله ده عمل خير إن شاء الله عشان ما حدش فيهم يروح عندهم ويسأل كل دي انتقامات من السلطة الفلسطينية الآن الموضوع بدأ يأخذ أبعاد مختلفة أبعاد مختلفة العالم الغربي بدأ يتحرك يعني لو لاحظنا يوم السبت والأحد في جميع دول العالم حتى في مدن في أقصى دينامارك أرهوس يعني دي أنا روحتها في أقصى دينامارك أمستردام المدن التي كانت محصوبة على إسرائيل قولاً وفعلاً تخرج ليلة نهار بريطانيا الآن وذهب أخونا الهندي الآن إن شاء الله هو ذاهب في تلاتة سبعة في انتخابات تلاتة سبعة المظاهرات في بريطانيا لم تخرج فيها مثلها منذ عشرين سنة كل هذا تغير عالمي بغض النظر عن النتائج التي نجدها في قطاع غزة من قتل وذبح وتشريد ونزوح يعني نزوح داخل الوطن ناس لرابع مرة تنزح من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الوسط وهكذا